تقديرا لما قام به أعضاء مؤسسة أفريك كامبيس من مبادرة وطنية المتمثلة بحملة نظافة شاملة فقد نظمت بلدية الدائرة الخامسة حفلا لتكريم أعضاء مؤسسة أفريك كامبيس وتماشيا مع هذه المناسبة فقد تم تنظيم كأس للمنافسة الرياضية تحت مسمى أسبوع المواطنة والذي جمع بين فريقي السيليكسيون بارات مع السيليكسيون ملعب زنبادة وبما أن أسبوع المواطنة له تعثير إيجابي في نفوس الشباب مباراة ساد فيها روح التنافس وحراز الفوز بالكأس حتى انتهى الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0 وفي الشوط الثاني بدأت تتابع الهجمات على حراس المرمى ولكن ضاعت جميع المحاولات بالفشل دون الوصول إلى الأهداف وانتهت المباراة بالتعادل مما لجأ الفريقان إلى ركلات جزاء فقد سجل لعبه فريق سيليكسيون ملعب زنبادة ثلاثة أهداف من مجموعة خمس هنا تمكن فريق سيليكسيون برادة بتسجيل خمس أهداف من أصل خمس ركلات بهذه النتيجة توجه فريق برادة بالكأس اشتركوا في القناة